بنت بتجري في غابة نرويجية بالليل وراها تلاتة شكلهم غريب ولما تبص عليهم يخوفوها لما تجري تقع وتقع تصرخ حد يسمعها الزومبي هاجموا عليها بعد الحدثة عربية شباب وعربية بنات رايحين يقضوا أجازتهم في كوخ صاحبتهم صارة في غابة في النرويج كلهم طلب الطب يجمع بينهم كلهم أفلام الرعب والبنات كلهم متحمسين يشوفوا صاحبتهم صارة بس مش عارفين أصلا إنها هي اللي ماتت في الأول وصلوا أخيرا للكوخ وقرر صاحبهم فيجرد يركب الاسكوتر بتاعه يسبقهم يفض الشنط ويدف الكوخ ويقابل حبيبته صارة وهم عليهم اتباع أثار الاسكوتر وهيوصلوا للكوخ يقول إيرلند المكان ده مفهوش شبكة وتسعة وتسعين في المية من أفلام الرعب بتحصل لما يبقى ما فيه شبكة ولا حد هيساعدك إحنا كتير لوحش أو صفاح طلع علينا وصل فيجرد الكوخ مستغرب إنه ملاقاش حبيبته صارة ولما دخل الكوخ لاحظ إن شكل محدش دخله من فترة بسبب التلج اللي في كل مكان وصل صحابه الكوخ ويقول لهم صارة مش موجودة ولازم نلعب بقى عبال ما تيجي بكرة ولا حاجة عملين يلعبوا ويحتفلوا ويأكلوا ومش عارفين اللي مستنيهم بالليل لما تروح ليف الحمام تحس بحركة غريبة حواليها أكن فيه حد مرائبها ولما تطلع تبصوا اتنادي تلاقي حد بيتحرك في الغابة تقول لصحابها كلهم ما يصدقوا هاش ويقولوا ممكن تكون غزالة ولا حاجة ولما يطلع روي بص يجي لهم راجل غريب اسمه تروجر ويطلب منهم يعملوله قهوة يقول لهم لما جيتم هنا عملتم غلطة عمركم لأنكم معرفتوش تاريخ المنطقة دي في الحرب العالمية التانية زمان ألمانيا كانت مسيطرة عليها بقيادة قائد عسكري قوي وعنيف وشرير اسمه هيرزوج ولما الألمان عرفوا خسارتهم في الحرب دخلوا كل بيوت الناس وخدوا الدهب والفضة والناس عملت حرب عليهم وقتلت منهم شوية والبقين هربوا للجبل بقيادة هيرزوج ومن ساعتها محدش يقدر ييجي هنا أصلا محدش فيهم مصدق ويقرر يمشي ويقول لهم خلي بالكم لا تموتوا أسوأ موتة أو حتى تتكلوا وفيجرد نايم يصحى فجأة يشوف حد في الكوخ يفتكرها حبيبته سارة يطلع ينادي عليها ما يلاقيهاش ولكن يلاقيها ميتة وكل ده طلع حلم ويقرر تاني يوم لازم يروح يدور عليها والتروجر في الخيمة بتاعته حص بحركة حواليه يحذر أي حد برا لأنه معاه سلاح ولما يطلع يلاقي الفخاخ اللي عملها كلها وقع ويبص قدامه ويلاقي حد في لبس عسكري ألماني وفجأة جرحوا في رقابته ولما دخل الخيمة أتلوه تاني يوم بيجاهز فيجرد نفسه للبحث عن سارة يطمنوا مارتن يمكن كلها شوية وتوصل ولا حاجة يقول لهم مش هخسر حاجة لما أدور عليها ولو اتأخرت لازم بكرة تتبعوا أثار الاسكوتر اللي تحته تنزله للعربية وتمشو ومشي فيجرد وهم كمان عملين يلعبوا وفيجرد بيأكل لأ الخيمة بتاعت تروجر ولما راح يبص عليها لأ أفار دم وجس التروجر ميتة ومتاكل بصورة غريبة على نفس الطريقة اللي حذرهم بها مبارح ويلاقي أثار أقدام العساكر قرر يروح بالاسكوتر يتبع كل الأثار دي ممكن تكون صارة معهم وإيرلند بيحاول يجيب المشروب لقى صندوق خشب غريب مجهول المصدر يجي يفتحه يلاقي كنوز غريبة بترجع لسنة 45 اللي هي سنة الحرب العالمية التانية فممكن تكون ديه كنوز الألمان اللي سرقوها زمان يقفل مارتن الصندوق ويقول لازم نصبر لحد ما صارة وفيجرد يرجعه وفيجرد مكمل تتبع للأثار بتاعت الأقدام وقع في حفرة غريبة وأغمى عليه والشباب ما سمعوش الكلام وطلعوا الكنوز ولبسوا فيها وحطت هانا عملة غريبة في جيب مارتن حبيبها من غير ما ياخد باله ودي هتعمل له مشكلة كبيرة قدام وخرج إيرلند للحمام وقعت منه عملة من الكنوز والزومبي يجم عليهم ولقوا العملة فقارفوا ان الشباب دول بيلعبوا في كنوزهم لدرجة انهم بيفكروا ياخدوها يبيعوها ويسددوا بيها ديون تعليمهم الزومبي متضايق جدا وصديقتهم كريس في الحمام يلاقي الزومبي مرأ بينها وتفتكر انه مقلب من ايرلند حبيبها ولا حاجة ولما تنادي الزومبي هجموا عليها تحاول تعافر توصل للكوخ تطلب المساعدة الزومبي هجموا عليها ولما خرجت هانا تتطمن ما لقيتش حاجة وما سمعوش صراخة بسبب صوت الموسيقى العالية قرروا يروحوا يدوروا عليها وخدوا سلاح معاهم للإحتياط وخرجوا يدوروا لقوا شنطة غريبة على الأرض لقوها بتاعت سارة فده دليل انها جات هنا فعلا بس راحت فين مش عارفين حتى قلقوا على فيجرد اللي لسه مرجعش هو كمان ولما تبص هنا من الشباك تلاقي صديقتها كريس بس رأسها مقطوعة ولما تروح ليف تبص هي كمان الزومبي هجموا عليها والنجحوا يحرروها ويروحوا يقفلوا كل الأبواب وياخدوا أي أسلحة معاهم للدفاع عن نفسهم ومنتظرين يعرفوا مين الزومبي اللي بره وعددهم قد إيه النور يعد يرعش وفجأة الزومبي يحاولوا يدخلوا موتهم مارتن ويحاولوا يفتحوا الباب موتتهم هانا وقطعت إيد واحد بس الزومبي مسكوا آيرليند وكسروا راسه وفاق فيجرد من الوقع ويحاول يلاقي مخرج ليه من الحفرة والشباب كلهم مش عارفين يعملوا إيه بس شايفين أنهم لازم اتنين منهم يشتتوا الزومبي والاتنين التانيين لازم يلاقوا العربية ويتبعوا أثار فيجرد والمشكلة أنها اتمسحت بسبب العصفة فلازم يسترجلوا ويقول روي ومين اللي هيشتت بقى الزومبي إن شاء الله قرر مارتن يروح معاه يخبطوا على الحلل عشان الزومبي ييجوا ويدوا فرصة لهانا وليف يروحوا يوصلوا للعربية وحس مارتن وروي بالزومبي يروحوا يستخبوا وفيجرد لقى نفق غريب ولما يروح يستكشفه يلاقي رشاش وأسلحة قديمة وعلم ألمانيا النازية من أيام الحرب وبكده كلام تروجر كان صح الزومبي عبارة عن جنود ألمان وتصدم لما لقى راس حبيبته صارة مقتوعة والزومبي يزقه ولما يبص فيجرد يلاقي الزومبي جعان وعايز يأكله والدور معركة نجح فيجرد هو اللي يعد الزومبي ويدربه بس لقى زومبي تاني يظهر له ومش عارف هيموته ازاي يمسك خشبة شجرة والدور معركة كسر على راس الزومبي ولا هو هنا خالص الزومبي ضربه ولقى فيجرد سكينه جنبه وزق الزومبي على الشجرة مات مطعون بالسكينة في راسه والشجرة في بطنه بس الزومبي التاني صحي هجم على فيجرد وماسك في حبل أمعاء الزومبي اللي مات الزومبي عض فيجرد والحبل هيتقطع خلاص بس نجح فيجرد يوقع الزومبي وينقذ نفسه وهان عمالة حارف الزومبي اللي بيهجموا عليها اتفرقت عن صديقتها ليف وهي بتجري الزومبي هجموا عليها ولما تصحت لقيهم بيأكلوا فيها وعملين عزومة على بطنها ولحظة قنبلة معاهم وتمسكها وتشغلها وتموت معاهم وسمعت هانا صوت الانفجار وحس ان ليف ماتت وقائد الزومبي هيرزوج سمع الانفجار وامر قواته يموته الشباب في أسرع واقع والزومبي بيدوروا على هانا مش لقينها لانها مستخبية فوق الشجرة بس جه عليها غراب فجأة عمال يعمل صوت قوي حس به الزومبي وعرفه مكانها وقررت هانا تحارب قتلت واحد بس لسه فيه الثاني تجري ويجري وراها وصلت لحفة المكان تقعد تهز في نفسها وطوع هي والزومبي من على الحفة وعمال روي يعمل قنابل يدوية كانوا بيعملوها في الجهز زمان ويفتح له مارتن الشباك عشان ينشن القنبلة وبفضل الله نشن على الكوخ وولع يقول له مارتن انا مش عارف ألاقيها منك ولا من الزومبي وكل ده مرقب القائد هيرزوج راح مارتن وروي الكوخ الثاني بدل الأول اللي بيتحرق يفرحوا جدا لما يلاهوا أدوات الصدق قدامهم وكده بقى معهم أسلحة كتير وياخدوا اللي يحبوه وقرر مارتن ياخد المنشار وفيجرد مكمل بالعضة بتاعته فقرر يقف ويخيطها ويوقف النزيف وسرق الرشاش من نفأ الزومبي ورايح يموت فيهم وفاقت هانا وهي مدفونة تحت الجليد وأكبر مخاوفها الأماكن المغلقة والوحدة بس نجحت تقاوم وتحرر نفسها ولقت الزومبي لسه باصص عليها وتهجم عليه شاطت راسه وموتته واستعد كل من مارتن وروي للمعركة ضد جيش الزومبي وجالهم فيجرد ويعد يموت في الزومبي بالرشاش وخلص منه وموت الزومبي بالسكوتر ولما يسألهم عن الباقيين يقولولوا ماتوا بس هانا وليف بيدوروا على العربية ولما يبص فيجرد وراه يلاقي الزومبي قطعوه كذا حتة زعل جدا مارتن وقرر ينتقم بس قتل حبيبته هنا بالغلط مش مصدق نفسه انه عمل كده ويلوم الزومبي على كل ده ويجيله القائد هيرزوج مع النخبة من قوات الزومبي الألمان ويقرر مارتن يموتهم بالمسدس الرشاش خلص وهجموا عليه وواحد عضه وأنقذوا روي يقول مارتن لازم اقطع ايدي لو تعديت هتحول لزومبي يقول له روي ما هو فيجرد كان معدود بس الزومبي برضو قتلوه مش مهم يمسك مارتن المنشار وقطع ايده وفرح كده هو سليم بس جال زومبي وعده من منطقة مش هيعرف يقطعها يلوم حظه السيء ولازم يكملوا حرب ضد الزومبي لقوا قدامهم قائد الزومبي هيرزوج ويفرحوا يقولوا خلاص ده آخر واحد يلا نموته بس القائد هيرزوج نادى على كل الألمان الأموات ورجعهم كزومبي تاني وهنا القاعدة الوحيدة اللي تنفع هي الجاري نص الرجولة ولما روي يجري القائد هيرزوج هجم عليه لا أو أمعاء وبرضو اتربطت في الشجرة ولاحظ مارتن ان هيرزوج مد ايده في جيب روي وخد منه الساعة اللي سرقها من كنزه فقرر يروح بسرعة للكوخ اللي اتحرق ويدي ليهم صندوق الكنوز اللي هم أصلا عايزينه وموته فيهم بسببه ولما خد القائد هيرزوج السندوق ساب مارتن يهرب مش عارف يعيني هيعمل ايه في وسط التلج ولا حتى هينسى الحادثة اللي حصلت له ديه ازاي وصل للعربية ويحط إيده في جيبه يجيب المفاتيح يلاقي العملة اللي حطتها هانا حبيبته في جيبه وهو ما خدش باله وبكده بيكون من حق القائد هيرزوج يموته بعد نهاية الجزء الاول من زنب الجليد انتظر الجزء التاني